السلام عليكم الله يسهد كل وقتكم بكل خير كيف يوم يا حبيل ان شاء الله طيبين كيف امركم ان شاء الله ثمان مثل ما انتوا شايفين هذه هي الهدية اللي وعدتكم بها وهي من منتجات ويلتون لتزيين الكيك حاولت اختار لكم كل الادوات الاساسية اللي المفروض تكون عند اي واحدة سواء كانت حبة تبتدي تعمل كيك او تعمل كيك طبعا المصابقة لكل دول العالم شو ما كان بلدك وينما كانت عايشه تقدرك شاركين بالمصابقة واذا فست ان شاء الله رح ارسلك الهدية في اي بلد كنت فيه وطبعا الارسال على حسابي رح نتعرف مع بعض ان شاء الله الهدية ايش فيها ثم بالاخره اقول لكم شروط المصابقة اول شي اختارته وهو هذا القالب من ويلتون هو عبارة عن ثلاث صواني لعمل الكيك مثل ما انتم شايفين هنا ومع هذه القطعة بتساعدكم تعملون الكيك الشطران جدا انتم حابين يعني تسكبون الخليط الابيض والشوكولاتة اختارت لكم هذا القياس لانه اكثر قياس يشتغلون به كل البيوت حاليا وهو القياس العادي لتقريبا 23 سنت هنا عندي العجلة الدوارة اللي نزين عليها الترث سواء كنا نعملهم بالكريمة او بعجينة السكر جدا بتساعدكم لحتى تحركوا الكيك هذا منشار الكيك اللي تقطع الكيك الى طبقات طبعا عندنا هنا زي واحدة قياس بتحددوا الحجم لانتو تبغوه وتقطعوه بساعدكم تحصلون على كيك عرضوا واحد مو متل السكين هذه القطعة والهي جدا اساسية واللي كتير يسألوني امل كيف تشيلين الكيكات بعد ما تعمليها سواء الكيك عادي او الكيك مزين نستخدم هذه القطعة لحتى نشيلها هيا كما انتو شايفين جدا حجمها كبير بالنسبة للسباتولة جبت لكم حجمين جبت لكم هذا الصغير جدا مهم اذا كنتو تحطون الحشوة داخل الكيك وكان الكيك داخل القلب بساعد وجبت لكم هذه السباتولة الكبيرة للتغليف الخارجي لانه حجمها كبير بتساعدكم افضل من هذه الصغيرة هنا عندينا فراد عجينة السكر هنا عندي اكواب القياس وايضا ملاعق القياس هذا جدا مهم في حال اذا ما كان عندكم ميزان من خلط طحين يعني الغربان نفس اللي انا استخدمه حبيت اضيفه مع المجموعة هذا استانسل ممكن تشغلون عليه بالايسينج او بالكريمة اخترت لكم نفس هذا الشكل اللي موجود هنا شريط واحد لي وواحد ليكم بالنسبة للالوان هذه انا صراحة طلبتها من تاجرة من الانستجرام حسابه هو اللي طالع منها الان انسانة جدا نراقية بالتعامل طبعا مجمسة عملها اشار بفلوس بس لانها كتير طيبة تستاهل الالوان اللي اخترتها لكم جبت الالوان الاساسية مع الوان تانية بحيط انكم توفرون الالوان شوي فعندكم هنا الايفوري هو اللون اللي نستخدمه دائما في بشرة الاطفال عندنا الاحمر الورانج الاخضر الزيتون اللي هي درجة الاخضر الحلوة البني الازرق سموه الازرق الملكي فعندنا هذا اللون اللي هو المشمشة او البيتش نفس لون الخوخ كتير حلو بيناسبكم ايضا لعمل لعمل وجوه الاطفال لما تعملون كده خدود وهيك اسود اصفر بنفسه جي وي بينك درجة حلوة وما نسيت اكيد اللون الابيض في حال اذا كنتوا حابين تعملون كيك ابيض او تخففون الالوان الابيض ضروري يكون عندكم بالنسبة للاقماع خطرت لكم مجموعة من الاقماع فمتما انتم شايفين هنا عندنا هذا اللي هو الراس البتلة اللي نعمل منه الورود فعندنا الكبير تعمله بالطرط والكبكيك والصغير ممكن تعملون منه ورود الايسين وايضا هذول الراسين ممكن يساعدوكم في عمل الحواف بالنسبة للمجموعة الثانية وهي مجموعة الكتابة فتلقون عندكم الرؤوس اللي تساعدنا بالكتابة اللي هي احجام هذه مجموعة ورود النجمة تحصل على هذا الشكل بالنسبة للرؤوس يا حلوين ممكن تاخدون هذه الاسماء وتعملون بحث باليوتيوب وتشوفون صور اكتر عن الاقماع وايضا كيف تشتغلون بها والنتيجة اللي تحصلون عليها اشهر راس بماركة تويلتن واللي هو الراس اللي هو التو دي هذا دائما اعمل بها زينة الكابكيك ودائما تسألوني عليه هذه المجموعة كتير حلوة ممكن تعمله تزين دائرة تسكبون به المكرون وهذول اللي هم النجمة اللي نزين بهم الكابكيك المعروفين اخترت لكم ايضا اربع اقماع اللي هي هذه طبعا هذه الاقماع بتعطيكم الشكل اللي يطلع عندكم بالصورة الان لما نعمل سندريلا او اي زينة البخانسس على الكابكيك بتساعدني هذه الاقماع لحتى نعمل شكل الفستين والرفز معلش هنا ما بتبين كتير انا مجفلة هي هنا عندي اربع اشكال طبعا مع هذه الاشياء حبيت احطلكم هذه طبعا ما هي والتون بس كانت عندي بالبيت هنا اكياس التزين حجم صغير وحجم وسط واضفت لكم معاهم وعلبة من اقماع التزين اللي هي حجمها كبير وهذا الراس اللي كتير معروف حاليا واللي هو نعمل فيه ثلاث الوان من الكريمة كل راس نحطه بكيس وكل كيس نحط فيه لون الكريمة وبعد ما نخلصهم نحطهم بالقمع هذا الخاص به ولما تطلع الكريمة تطلع لنا ثلاث الوان بهذا الشكل بالنسبة لشرط المصر خلاص يا حلوين بعد ما تعرفنا على كل الاشياء اللي موجودة عندنا بالهدية الان راح نجي لكيف المصابية طبعا اول شي لازم تكونين مشتركة عندي بالقناة اثنين تعملي لايك لهذا الفيديو لما عملتوا لايك للفيديو راح اسحب عليكم كثير منات يقولون لي امل ليش ما تقولين اعملي لايك ولا ما بارت عاوت ما اقولها المهم ابغى عدد لايكات اكتر من دائما تحت هذا الفيديو اذا حابين يدخل اسمكم بالسحب حطولي تعليق اكتبوا في ايميل او انستجرام او فيسبوك او اي وسيلة حابين اني اتواصل معكم بيها في حال اذا فستي بالهدية فيديو السحب راح ينزل ان شاء الله بالقناة يوم 25 الشهر نحنا اليوم 5 الشهر كيف راح اسحب الاسم راح اخلي ادم في البداية يختار 10 اسماء من التعليقات اللي موجودة تحت نفس هذا الفيديو هال 10 اسماء راح اكتبهم كل واحد في ورقة واخلطهم وارجع اسحب اسم انا اخترت في البداية اعمل 10 اسماء لحتى اعطي فرصة يعني اكبر لبنات يفوزوا وان شاء الله اللي راح نختار اسمها راح اتواصل معاها في درف 3 ايام اذا ما ردت علي راح اختار بنت تانية من 9 بنات اللي فضلت عندي اسمهم وايضا راح خلي ادم ان شاء الله يختار واحد طبعا المسابقة لكل دول العالم شو ما كان بلدك وين ما كانت عايشه تقدري تشاركين بالمسابقة واذا فستي ان شاء الله راح ارسلك الهدية في اي بلد كنت فيه وطبعا الارسال على حسابي خلاص يا حلو ان هذا كل شيء عن هدية اليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوها والله اي كان ودي اعمل الكل هدية بس صعبة شوي ومثل ما سبق وذكرت يعني ان هذه الاشياء شاريتها مفلوسي لانه بعض القنوات بيكون شركات تعطيهم المنتجات هما بس يعملون المسابقة انا لا اه ما عندي شركات فا قلت خليني اعمل لكم شاي لانكم تستهلون ان شاء الله تكونوا حبيتنا اليوم حبيتوا الهدية هي اللي طلع عندكم الان صورهم على الشاشة اذا عجبتكم شوفوها واذا جربتوها اقولولي رأيكم فيها وايضا ارسلوا لصور تطبيقاتكم اذا حبي شكرا متابعتكم الله يساعدكم يا رب واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي ومع السلام صور wirken ترجمة نانسي قنقر